قام سعادة الدكتور جمع بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني بتسليم رسالة خطية من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى إلى فخامة رئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة جاء ذلك خلال استقبال فخامة رئيس جمهورية السودان لسعادة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني بقصر الرئاسة بالعاصمة الخرطوم اليوم حيث قام سعادته بتسليم رسالة شكر خطية لفخامة الرئيس السوداني من جلالة الملك المفدى وذلك بعد أن قام السودان بموجب اتفاقية بمنح حكومة مملكة البحرين قطعة أرض بمساحة 100 ألف فدان أي ما يعادل 420 كم مربع بغرض الاستثمار الحيواني والزراعي حيث تضمنت رسالة تحية جلالة الملك المفدى وشكره وتقديره إلى رئيس وحكومة جمهورية السودان الشقيقة على منح مملكة البحرين أراضي للاستثمار الزراعي فيها هذا وأكد فخامة رئيس السوداني خلال اللقاء على علاقات الصداقة والتعاون التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين مؤكدا فخامته الحرص على تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات ومعربا عن تقديره لما تشد العلاقات من تطور ونمو في المجالات كافة خاصة الزراعية من جانبه أشاد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين وتخصيص أراضي في السودان للمشاريع الزراعية البحرينية موضحا أن منح جمهورية السودان الشقيقة لمملكة البحرين لهذه الأراضي الزراعية يأتي في سياق التكامل الزراعي والاقتصادي بين دول العربية وتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي للزراعة والغذاء في دولنا الشقيقة ومشيرا إلى أن هذه الخطوة تشكل نقلة نوعية في مجال تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين وجهودها ضمن الأسرة الدولية في رفع مسويات الاكتفاء الذاتي من الغذاء وفقا للأهداف الإنمائية للألفية وأيضا بحسب معطيات الرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية البحرينية